اعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينان رئيسة مجلس النواب عن بلقي فخر واعتزاز مجلس النواب عن بلقي فخر واعتزاز مجلس النواب بالإشادة الملكية السامية بالإشادة الملكية السامية خلال ترأس جلالة الملك المعظم الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء أمس بجميع عضاء الفصول التشريعية الخمسة السابقة ودائهم للعمل البرلماني بروح المسؤولية الوطنية وعبر التعاون المشترك مع السلطة التنفيذية في ترسيخ مسيرة العمل الوطني وتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وإشارت معاليها إلى أن منجزات المسيرة التنموية الشاملة تستوجب على الجميع الحفاظ عليها والعمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات خاصة وأن مملكة البحرين مقبلة على الاستحقاق الانتخابي الذي يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار ترجمة نانسي قنقر